للحديث عن طلب الحكومة اليمنية وممارسات الحوثي تحديدا ضد النساء تفصل لنا زميلة ميسى الحربي مرحبا أشكرك سعد طبعا بالفعل مثل ما ذكرت نقدر نقول اليوم أن ما يحدث في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثي ضد اليمنيات حدث أيضا لنساء الرقة السورية وكابل الأفغانية اليوم بدأ الحوثي بتنفيذ حملة من شارع هائل وسط صنعاء تستهدف هذه الحملة محلات بيع الملابس الداخلية النسائية وسحب أيضا الصور النسائية تحت لافتة حماية الهوية الإيمانية والقيم الدينية الحملة ليست في الميدان فقط بل إن قادة حوثيين على منصة تويتر طالبوا لجان الأمنية بالتعاون مع مكاتب الصناعة والتجارة لقمح من يصفونهم بالمخالفين من تجار الملابس ووقف انتشار المعارض النسائية والملابس التي وصفوها بالغربية وقالوا إنها تغزو الأسواق هذه الممارسات تأتي امتدادا لإجراءات قمعية وانتهاكات حوثية طالت الكثير من النساء بما فيهن الطالبات في الجامعات والمدارس والفنانات آخر هذه الانتهاكات ضد اليمنيات اختطاف العارضة انتصار الحمادي والزجبهة في المعتقل مع فتاتين آخرتين وإلصاق تهم أخلاقية كالدعارة وتعاطي المخدرات أيضا سعد نعم لكن ميس في المقابل كيف تعاملت الحكومة اليمنية الحكومة الشرعية بالنسبة لهذا التطور الحكومة اليمنية وجهت سعد نداءها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة وأيضا منظمات حقوق الإنسان وطالبتهم بإدانة هذه الممارسات وقالت إن الحوثي يستنسخ التجربة الداعشية في اليمن ويكشف للمجتمع الدولي الوجه القبيح للحوثي والذي لا يختلف في نهجه عن التنظيمات الإرهابية الأخرى وهي امتدادا لحملات أحرق أحزمة العبايات النسائية وإغلاق المطاعم والمقاهي وهنا بحجة الاختلاط أيضا إضافة إلى إغلاق صلاة ومحلات التجميل وقاعات الأفراح ومنع الغناء الحكومة في طلبها للمجتمع الدولي قالت إن هذه الممارسات تعكس حجم التضييق والتنكيل الذي يتعرض له ملايين المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من مصادرة الحريات والتدخلات في حصوصياتهم ومحاولة أيضا فرض وصايتها بأحكامها المتطرفة على اليمنيين وهنا خصوصا أحكامها المتطرفة على النساء سعد صحيح والتناقض في أن ذات الماليشيا تستخدم النساء أيضا لأغراض الزينبيات صحيح نعم والقتال وإيقاع بعض السياسيين والناس أشكرك شكرا شكرا ميز أشكرك شكرا